مرحمن الرحيم طلاب الصف الحادي عشر بقسمه العلمي والادبي تحية طيبة وبعد النهاردة جيت معكم في فيديو جديد هنتكلم على الجرامر اللي موجود عندنا في الكورس الاول طبعا احنا اخترنا اللي هو الجرامر اللي متواجد في الاختبارات السابقة بنبدأ بنقرأ مع بعض بيقول لي الطالب هيلائي عنده في كان وفي كود وفي ار ايبل تو وفي مانج تو هيتذكر على طول الدرس الاول اللي موجود في يونت وان اللي بيتكلم على طبعا انواع القدرة حضرتك كان وكود بتتكلم عن القدرة العادية السهلة البسيطة ان الانسان ممكن يعمل الشيء ده في اي وقت وبسهولة يعني هناك سهولة في عمل الشيء طبعا الفرق بين كان وكود الزمن كان بتعبر عن المضارع والمستقبل كود بتعبر عن الماضي والنفي من كان كانت والنفي من كود كودينت وطبعا الاثنين ماتبعين بمصدر فحضرتك هتيجي بص عندك هتلاقي عندك سي يبقى انت عايز مصدر للأسف الاربع اختيارات كلهم بييجوا وراهم مصدر طيب نبص على الاختلاف الثاني اللي هو ايبل تو ومانج تو مانج تو اللي هو ينجح في عمل الشيء بعد الصعوبة يعني كان في مرات محاولة كان فيه تشالنجز كان فيه ديفيكلتز دايما نلاقي فيه كلمة eventually finally ultimately وفي النهاية فبنختار managed to وطبعا مانج مصحوبة تو دائما وتصريفاتها managed managed طيب ام الابل تو لابد ان تصبق بverb تو بي وهي عبارة عن صفة بمعنى قادر على وبيكون في موقف معين طيب انا دلوقتي لما اجي اقرأ الجملة بيقول لي we had الطالب الشاطر بسرعة هيلقط ويصيد زمن الجملة فهيلاقي ان هادي ماضي يبقى كان مش هتنفع are able to مش هتنفع اصبح عندي managed to طب يا ترى فيه اي كلمة من الكلمات اللي احنا قلناها بتدل على managed to زي difficulties او challenges او او اي صعوبة من الصعوبات لا مفيش ثانيا كلمة a big بتدل على ايه ان النافذة كانت كبيرة يعني ايه كبيرة يعني بسهولة اقدر اشوف يبقى هنا فعلا مفيش عندي غير could فالاجابة هتكون through which we could see the lake وكمان يا جماعة ما خدناش بالنا من كلمة easily يبقى هنا اللي حطتلي الجملة حطتلي ثلاث علامات كبار جدا وبيقول لي خد could number 12 عندي had وعندي than وطبعا المفروض ما كانش يبقى فيه هنا كومة وعندي طبعا had هتبقى had arrived اللي هو الماضي التام وبعدين عندي اللي هو الماضي البسيط يبقى هروح للروابط اللي افتر و before طب ينفع اقول after had لا طبعا واحدة يسألني يقول لي ليه هقول له لان طبعا الروابط اذا تبعت بفعل مباشر بتعامل معاملة حرف الجر وهنا الفعل بيكون ing يعني after having after cooking after visiting after playing لكن دي بتفكرني be inversion درس ال inversion اللي هو الاقلاب يعني بحط الفعل المساعد قبل الفعل وكمان مديني الماضي التام وعندي يا جماعة than فهنا على طول الطالب الشاطر هياخد no sooner امتى اخد hardly اللي هي اخت نوسونر لو كان مكان than when وطبعا فيه كلمة تانية اسمها scarcely by the time مش هتنفع بأي حال من احوال لان بيضة طايم بتتبع بverb to اللي هو past simple after مش هتنفع عشان اللي احنا قلناه بتعامل معاملة حرف الجر اذا تبعت بالفعل number 13 the little girl draws beautiful paintings وخلي بالك ان عندك كلمة paintings يبقى آ مش هتنفع آن مش هتنفع لان اللي دارس عارف ان آن وآن بيجو قدام الاسماء المفردة النكرة المعدودة يبقى the little girl draws beautiful paintings in spite of her poor sights طب انها هتنفع لأ لان الجملة لا فيها نفي ولا فيها سؤال اصبح ما عنديش غير اختيار واحد يعني الجملة كده كده تامة وكاملة مش محتاجة اي شيء فنقول the little girl draws beautiful paintings على طول the new model of bmw x6 has been launched وقال لديسامبه 2017 ده زمن زمن بداية الاطلاق زمن بداية الحدث فاذا كان هناك زمن لبداية الحدث هناخد على طول since امتى ناخد for قلناها قبل كده لما بيكون عندي اعداد لما بيكون عندي جمع لما بيكون عندي a short time a long time a couple of days اي شيء بيدل على العدد a fortnight اسبوعين ننتقل بعد ذلك الى النوع الثاني من الاسئلة في الجرامر number 15 بقول she browse the antique shop for an hour before she bought a small vase نقرأ جملة كويس جدا يا جماعة ونركز واحنا بنختار علشان ما نختارش غلط ونرجع نزعل ونندم انا عندي هنا before وعندي هنا for طيب انا دلوقتي هحتار يا ترى هاخد ماضي تام ولا ماضي بسيط بالراحة كده نفكر مع بعض وطبعا هاخد ماضي تام ولا انا اسف مضارع تام نخلي بالنا كده مديني هاز براوسد قدام و she had براوسد طبعا الاثرة والغلبة لbefore يا جماعة before بتتبع بverb بتول باست سيمبل يبقى لازم يكون قبلها اللي هو الباست perfect وثانيا هنتكلم على المضارع التام امتى هاخده لما ما يكونش مصحوب بماضي بسيط مفيش عندي ماضي بسيط تمام وكمان مفيش عندي before يبقى هنا الافضل والاحسن هتكون الاجابة لفت على المحل ده لمدة ساعة لحد ما لقيت طب واحد هايولي طب ما احنا عندك فور يا استاذ اعمل ايه قالك فور برضو بتستخدم مع الماضي التام عادي مفيش مشكلة يبقى اذا تواجد فور وبفور حضرتك هتؤثر بفور وتاخد ترتيب الازمنة بتاعتها الدرسة اللي بعد كده بيفكرني بالظو وانسبايت اوف وكلمنا طبعا في الموضوع ده كتير وقلنا بتتبع بال اي ان جي او بنون او اسم يا جماعة نخلي بالنا بيجو وراها اي ان جي او اسم اسم زي ايه مثلا او بسبب الامطار بسبب الازدحم المروري بسبب تمام كده او على الرغم من يبقى هنا لما بيكون عندي انسبايت اوف بدور اذا كان في اسم ولا لا طيب لو اداني جملة فيها اولظو وقال لي استخدم انسبايت اوف بنحذف اولظو ونحذف الفاعل ونروح على الفاعل نرجعه الاصله فطبعا عندي الاساس بتاحها بي وبزود عليه اي ان جي لان زي ما احنا قلنا دلوقتي ان انسبايت اوف تحب الاي ان جي جيرا فهنقول تعالوا نشوف الكلام اللي موجود عندي فهلاقي ان بي هي الصحيحة اهي 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 دي طبعا بتفكرني بالحالة التالتة الاف يبقى هناخد وود هاف ترافل وود هاف ترافل يبقى انا عندي دلوقتي لما بيكون عندي ماضي تام هذا تصريف ثالث باخد وود هاف مع التصريف الثالث ننتقل الى اخر نقطة في هذا الاختبار اللي هو موبايل فونز ار نوت الاو دي سكولز كامير ار نوت هلا تو وبيقول استخدم نيدر نور طبعا احنا يا جماعة لما بيكون الفاعل عندي مختلف بنبدأ بنيذر نور يعني هقول نيدر قدام وبعدين هقول نور كاميراز تمام وبعدين اشوف المكرر في الجملة الاولى هشيلوا يعني مكررة نوت مكررة يبقى هنقول لاني لازم اشيل النفي لان نيدر نور بتأتي مكان النفي يبقى لا ولا فهناخد مين تمام اهو طب هو ما خدش ايز ليه طبعا انت عندك هنا قاعدة بتقول ان الفعل يتبع اخر فاعل عنده يعني لو كان يقال نيدر موبا فون نور كاميرا كنا هنقول ايز لكن طبعا ايز هنا هتبقى خطأ ننتقل الى الاختبار اللي بعده يا جماعة number 11 بيقوللي we spend another moment in that cafe it was noisy يبقى برضو نتذكر ان الزمن بيلعب دور فكانت مش هتنفع وانت مش هتنفع مش هتنفع مش هتنفع عشان ما عندي شتو يبقى هناخد كود انت على طول والاجابة سهلة جدا وبالراحة مع شوية التركيز هتلاقيني باختار الاجابة الصحية يبقى احدد الزمن الاول وبعدين اشوف الاختيار الصحيح number 12 بيقوللي my elder brother has been studying in the USA وداني برضو زمن بداية الحدث اللي هو 2015 فهناخد مع بعض سنت زي ما احنا قلنا يت مش هتنفع واجو مش هتنفع عشان بيجو في نهاية الجملة اجو تأتي مع الماضي البسيط يأتي طبعا او تأتي مع المضارع التامل number 13 ده fire alarm لما اشوف كلمة alarm بتفكرني بجو off اللي هو يدق او يطلق صوت فهتبقى win to off طبعا دي تعتبر مع الحفظ في اللي هو phresal verbs طبعا win to out انطفقة win to up ارتفعة win to through عبرة او مرة من خلال number 14 you wouldn't have been نخلي بالنا كده wouldn't have been وعند من في النص if طبعا يبقى الطالب الشاطر هيقول i had gone you didn't have been tired if you'd gone to bed early ما كنتش هتتعب لو كنت نمت بدري يبقى هو ما نمش بدري ويا شعر بالتعب ننتقل الى النوع الثاني اللي هو ABC by the time the police arrived the two suspects disappear الدرس ده جاي جاي يا جماعة اللي هو الروابط وترتيب الازمنة انا عندي by the time arrived ماضي بسيط يبقى ده لازم يكون ماضي تام يبقى هدور على had disappeared اللي هو هتبقى اعتقد طبعا كده الصح اي اي هي الصحيح 16 although he doesn't speak english وقال استخدم in spite of قلنا الطريقة ان احنا نحذف although وهنحذف he هنا كمان هنحذف doesn't بس هنعمل اي هنحط نط يا جماعة لان الجيراند نفيه بnot والمصدر نفيه بnot try not to try يبقى فيه to try وفيه not to try يبقى نفيه to try not to نفيه الجيراند speaking not speaking فهنا هناخد speak ونحط عليها ing فهتبقى in spite of not speaking not speaking نخلي بنا من الكلام ده يبقى الاجابة c هي الاصح ما فيش حاجة اسمها in spite of doesn't ما فيش حاجة اسمها in spite of doesn't يبقى تاني احنا قلنا in spite of تتبع بالجيراند ing طب اذا كانت الجملة من فيه اعمل ايه احط نطق للجيراند number 17 بولي mr. ahmed is a teacher mr. talal is a teacher وبولي استخدم both and قلنا لما يكون الفاعل مختلف بنبدأ بالرابط الثنائي فهنقول both mr. ahmed and mr. talal are ونشيل a ونحط s الجمع فهتبقى teachers of english يبقى both mr. ahmed and mr. talal is r تمام ايوة طب ايه الفرق ما بين b و c اعتقد ما فيش اه هنا حطت a teacher هي المفروض طبعا are teachers of english are teachers of english لي اه هيبقى الاختيار عندي الصحيح are teachers of english زي ما احنا قلنا هتبقى b ننتقل بعد كده الى number eighteen i had hardly finished reading عندي حطلي hardly في منتصف الجملة زي ما انتو شايفين وبيقول لي ابدأ بي لان كلمة begin with ابدأ بي ابدأ بهاردلي حاضر ونعمل اقلاب فهتبقى هتمشي كده تمام هنمشي كده يعني ازاي هتبقى hardly had i يبقى الطالب الشاطر على طول بدون ما نكمل هتلاقي بياخد بي hardly had i finished reading the story when i fell asleep ده اللي هو بالنسبة ل eighteen ننتقل الى الاختبار اللي بعده هنا eleven بقولي بوث my aunt my aunt and my uncle طبعا الجدير بالذكر ان مع بوث and دايما الفعل بيكون في الجمع have are لان الفعل دائما بيكون جمع لان عندي my aunt وعندي my uncle يبقى الفعل جمع فعلى طول is working مش هتنفع works مش هتنفع work هتنفع انما working مش هتنفع فهناخد work for a big company in Australia وحضرتك مش محتاج طبعا تتعرف على الازمينة لان الجملة واضحة جدا should i خلي بال حضرتك popular opinion to do what i believe is right خلي بالك should i go off يدق go into يدخل go against تمام go out انا لما شوف كلمة opinion او كلمة wishes اراء افكار رغبات تمام على طول اتذكر كلمة go against اللي هو يعارض يعارض popular opinion اللي هو الرأي العام او الرأي السائد to do what i believe is right هل يجب ان انا اخالف الطيار علشان اعتقد او يعتقد بان اللي انا بعمله صح المهم كلمة يخالف او يعارض هتبقى بمعنى go against الدليل عندك كلمة opinion وفي كلمة wishes موناكو situated on وداني مكان مشهور ومكان معروف الساحل الفلاني او المحيط الفلاني او الجبل او سلاسل الجبال الفلانية يبقى دي كلها على طول من غير ما نفكر هناخد ذا لانها اماكن معروفة ومشهورة وفريدة من نوحة نوحة مش قادر ياخد نفسه بينهج من الايه من الجري الكتير اه وقال لي هنا ثري اوارز ممتازين طبعا اجوه مش هتنفع يتمش هتنفع سنسي طبعا لا فهناخد فور عشان عدد ثري اوارز وحضرتك لما يجي يقولك فور او سين سوي كون سؤال على طول تذكر هاو لونج هاو لونج فتقول لي ما التلاتة هاو لونج لا فيها وميني تحت طيب يبقى هناخد ا او بي يبقى هناخد هاف ولا دو انا عندي في السؤال في الجملة هاف يبقى على طول هاو لونج هاف يو بين لوكينج فور اجوب ننتقل بعد ذلك الى بقي الاسئلة نمبر سكستين بيقول لي اف وي هاد بلاند نفس الكلام تاني هو الحالة التالتة الاف يا جماعة يبقى هناخد مين وود هاف او وود انت هاف وخلي بالنا برضو للمرة الخمسين بقول ان احنا ممكن يجيب لي الجملة منفية ومثبتة وقات فيه بنك الاسئلة اعتقد فلازم حضرتك تترجم وتختار الفاعل مختلف وعايزني استخدم فانقول نيدر جاسم نور هز برادا بلايز بلايز الله ليه استخدم انت عندك دازنت هتشيل دازنت وتحطيلي الاس فنقول نيدر جاسم نور هز برادا ها اخر فاعل مفرد فعلى طول مدون شك ناخد ايه بلايز اللي هي اخر واحدة نيدر جاسم نور هز برادا بلايز تشاس ولو كانت ديدن تكون هنقول بلاي د نخلي بالنا نور اتين والاخيرة بيقول لي ابدأ بنو سونر يبقى نفسي الكلام اللي احنا قلنا يا جماعة اهو هنبدأ بنو سونر هناخد اقلب يبقى وصول القطار اولا وبعدين الركاب بدأ ويركبه فنقولنو سونر هاد 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 ثان هاد هاد طبعا هنا هتكون الاجابة الصحيحة هي الاولى اهي نو سونر هاد ترين ارايف دا ستيشن ذان وبعد ذان بناخد طبعا ايه وقبلها بناخد هاد والفرب ثري اه اتمنى طبعا ان انتم تكونوا استمتعتوا معنا في فيديو النهاردة وتراجعوا على الاسئلة وتشوفوا الشرح واتمنى ان يكون الشغل دا مفيد بالنسبالكم واتمنى ان انا اشوف تعليقاتكم على شغلنا النهاردة واشوفكم على خير في فيديو قادم سي يو سون اند جود باي اشتركوا في القناة